رحلة جديدة بمسيرة نجمة منتخب لبنان لكرة السلة عيدة باخوس انطلقت خلال صباح الجمعة من بلاد الأرز نحو المملكة العربية السعودية للالتحاء بفريق الأهل لتعزيز صفوفه بنهائيات الدوري السعودي للإناث فعيدة اللي برزت بالدوري اللبناني لسنوات مع أهم الفرق المحلية بتملك برصيدة ألقاب عديدة أهم بطولة لبنان وكأس لبنان بالإضافة لتميزها مع المنتخب اللبناني بالبطولات الإخليمية والقارية كما بتملك خبرة تقارب العقد والنصف بالملاعب اللبنانية والعالمية حيث سبق واحترفت بالولايات المتحدة الأمريكية مع فريق جامعة لمار وفريق بيرجيشي لوفن الألماني وتعود للدوري السعودي مجددا بعد تجربة أولى من سنتين وستكون على موعد مع استحقاق جديد للمنتخب اللبناني للسيدات يلي سيطلق تمارينه قريبا استعدادا لنهائيات النخبة للبطولة الأسيوية الأوكيانية بحزيران بأستراليا